لو انت بتشتكي من ريحة نفسك وحشة او رائحة الفم الكريهة ما تروحش تكشف عند دكتور البطنة وتقول اصلا ممكن يكون السبب من معدتي ممكن يكون ارتجاع المريء ولا الجرثومة ولا حاجات زي كده لان هم لقوا ان اسباب البطنة ان هي تعمل رائحة نفس كريهة دي حاجة قليلة جدا جدا المعظم بيكون من الفم نفسه لان الفم ده جوا مئات من البكتيريا والبكتيريا دي بتهدم البروتين وبتلع حاجة اسمها وفي بعض الاشخاص بتبقى هي دي السبب في رائحة الفم الكريهة فانت الاولى بيك انك تروح تكشف عند دكتور انف واظن وحنجرة في الاول يقيم حالتك ويشوف هل في مثلا تشققات في اللسان عميقة بتبقى دي بيئة خصبة للبكتيريا هل في مثلا قلة في اللعاب خصوصا اثناء النوم اشرب مياه كتير لان قلة اللعاب هي كمان بتعمل رائحة فم كريهة كمان يشوف اللوز هل فيها مشكلة خراج او عدوى او حصوات لينة او حاجة زي كده كمان يشوف الجيوب الانفية هل فيها افرازات هل فيها حساسية التهابات حاجة زي كده او يشوف اي سبب تاني تبع الانف والاظن والحنجرة كمان روح لدكتور الاسنان يبص عليك ويشوف هل فيه عندك اي مشكلة في اللسة هل فيه خراريج هل فيه مشكلة في الاسنان نفسها كمان الناس اللي بتركب طقم اسنان ساعات يكون هو السبب اما بالنسبة لنا بقى في البطنة فيه فعلا عندنا اسباب ممكن تعمل رائحة فم كريهة زي الفشل الكلاوي والفشل الكبدي وامراض الجهاز التنفسي او عدوى الجهاز التنفسي واسباب تانية بس في الوقت ده انت مش هتيك تشتكي من رائحة الفم الكريهة فهمني؟ يعني الاسباب اللي عندنا هيبقى ليها مشكلة تانية كتير هي مش عندك انت بتشكو من رائحة الفم الكريهة فقط وان الجهاز الهضمي يكون سبب في رائحة الفم الكريهة دي نسبة نادرة جدا جدا زي ما قلتلك لو عايز معلومات أكتر ومعلومات عامة وحاجات زي كده هشوف القناة بتاعتي على اليوتيوب اسمها طبيب البطن العام